السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاق الصيف يستحق الفوز انه هو اللي بدأ بالاهداف وكمان بدأ المباراة بقوة وفيه شراسة هجومية فيستحق الفوز على اتحاد الجزائر لانا بس اغربوا ان اتحاد الجزائر في بطولات افريقيا بيلعب بشكل تاني خالص وبشوفوا سنة اللي فاتت برضو شفتوا في دوري الجزائري بيلعب اكين فريق تاني وفي افريقيا واخد بطولة افريقيا واخد الصوبر الافريقي من الاهلي مستواهم واضح ان لازم يشدوا على اللعيبة شوية ان يهتموا ان بطولة افريقيا زيها زي الدوري دي بطولة ودي بطولة يعني كانوا متساويين قبل المباراة كل نادي فيهم وفاق الصيف ست نقاط والتحاد الجزائر ست نقاط النهاردة قدر وفاق الصيف بدون جماهير يفهد تلت نقاط ويخش يبقى تسع نقاط الديئة 28 هدف الديئة 17 هدف من ضربة جزاء الحمري العيب كويس جدا وسجل هدف كابتل فريق والديئة 28 وفاق الصيف جاب هدف في مرمى من يحيى امير واضح الشوط الاول كانت فيها جماعة اتحاد الجزائر من جهة ردواني الباك اليمين وردواني يعني انا شفته كذا مرة ليه ما يدخلش منتخب الجزائر ياخد فرصة زي غيره يعني وهجمات وفاق الصيف برضو من ناحية الشمال ناحية الحمري وحسكر الباك الشمال يبقى فيه الشوط الاول كل التركيز كان عندي ردواني الباك اليمين من اتحاد الجزائر والهجمات بتاعت وفاق الصيف كان كلها من الحمري من ناحية الحمري وناحية حسكر كل يبالي نزل بعد اتنين واحد نزل الراجل مضيع هدفه يعني كان ممكن وفاق الصيف يفوز باكتر من النتيجة اللي احنا شفناها كان ممكن يسجل اكتر يعني هدف جميل جدا الهدف الثاني بقى لبوشاما في الديئة 48 يعني بعد دقايق من بداية الشوط الثاني انا قلتلك وفاق الصيف يستحق لان بداية الشوط الاولاني جاب في الديئة 17 هدف وبداية الشوط الثاني جاب هدف جميل جدا تحضيره بالرأس حلوة قوي للي جاي اللي هو بوشاما وحطها هدف جميل قوي شوف اقولوك على حاج انتحاد الجزائر لعيبة كويسة لعيبة تقيلة بس مفيش روح وفاق الصيف الهجمة بتاعتهم فيها شراسة فيها جدية وفيها شراسة هجمات وفاق الصيف اردية الملعب انا حزين ان احنا في الزمن زي كده واردية الملعب بالشكل ده تتعاور اللعيبة لاردية الترتان دي عندنا في الدورة المصري احنا بندفع فلوس اكتر وبنشري لعيبة جزائريين وبندفع فلوس اكتر فمش معقولة هندفع فلوس اكتر ونلعب على عرضية زي دي اتفرج على الدورة المصري مفيش ملعب ستاشر نادي مفيش ملعب ترتان زي اللي انا شفته النهاردة الدورة اللي بلعب فيه محرز بيدفعوا ملايين شفته ملعب مطش ترتان يبقى ده بيقلل من المستوى لان الدور اللي بلعب فيه رياض محرز دلوقتي والدور المصري عندنا بنلعب من جيلة الطبعية الطرية لخلي اللعب فيه توازن في الارض نادي مفيش توازن انت بتبقى عالي على الملعب الوعب بتاعتك تبقى باصابة الرجبة تبقى فيها انتهابات قصة كبيرة يعني المهم تحس بنزازة ان هو يعني ما بيمسكوا الكورة بنزازة في اتحاد العصيمة بحس ان فيه خطورة لاتحاد الجزائر عجبني جدا الحمري وحسكر البكشمال حسكر البكشمال على فكرة بكشمال كويس بس وزنه زايد شكله مهمل في نفسه لكن هو العيب كويس بنزازة طبعا في اتحاد العصيمة عجبني جدا بوزيان كمان لما نزل الشرط التاني في اتحاد الجزائر حسيت ان فيه خطورة وانتظرونا في القادم